محلب رئيس الوزراء زيارته الرسمية الأولى لفرنسا التي بدأها يوم الاثنين الماضي على رأس وفد وزري رفيع المستوى وقد اتفق محلب خلال لقائه رئيس الفرنسي فرنسواء أولوند بقصر الإليزي على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة مخاطر الإرهاب والتصدي لجميع صوره والعمل على تكفيف منابع تمويله تم أيضا تأكيد دور الأزهر الشريف في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام كما تمت مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية وسبل التعامل معها